وجه رئيس الوزراء العراقية مصطفى القاظمي بمنع استخدام رصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمنية كما وجه بفتح تحقيق عاجل لكشف مصدر إطلاق النار في المنطقة القدراء وخلال اجتماع طارق مع القيادات الأمنية بمقر العمليات المشتركة جدد القاظمي توجهاته للقيادات الأمنية بالالتزام التام بالتعليمات السابقة فيما يخص حماية أرواح المتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع التجاوز على المؤسسات الحكومية من قبل أي طرف كما دعا رئيس الوزراء العراقية المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة القدراء وعدم إرباك الوضع العام في البلاد وتعريد السلم المجتمعي للخطر